معلش يا هيبة أنا لازم أسافر أبويا يعني دفع كتير خالص يعني عشان خاطر يجيب للشغلانة دي انت بتقول اي يا قسام احنا لسه متجوزين ما كم مناش 4 شهور لحيتي كرة تزق كرة وعايزتي سافر وتسيبني الواحدة في البيت هنا اعمل ايه اكلم الحيطان ولا اعمل ايه يعني معلش أنا عارف ان بتقل عليك بس انا عارف والله ان انت جدع عشان يعني اتكون مشتقبلنا ونعمل اللي احنا بنحلم بيه انت عارف طول عمران بنحلم يكون عندنا يعني مصلحة خاصة بينا ومبقاش اجر عند كل واحد يعني يقعدوا تنطط علي شوي وبعدين من قالك اني كاتب قاعدة الواحد يا ستة يوم وابويا تحت يقعد معهم تحت شوي واخواتي ما شاء الله تلاتة فوقهم كل واحد متجوزوا معي لطلع يا ستة عند كل واحد عود شوي معي يعني او انتهلهم يعودوا معك هنا وعودوا مع بعض كده وعودوا حكوا وتكلموا وضيعوا اليوم يعني كلهم كل واحدة تبقاعدة مع جزها وعيالها ولا الوحدة القاعدة الواحدة كده عشان خطر تكون مشتقبلك يا سيدي رب هنا هو رب هناك وان شاء الله بإذن الله ربنا هيرزقك وتشتغل شغلان حلوة يعني هنا في البلد اللي احنا فيها ومش مهم السفر والبهدلة دي معلش بقى معلش انت عارفة انا بويا دفع كتير عشان يجيب للشغلان دي ما انفعش اقول له لا لازم اسافر واقول له طيب وحاضر يعني انت عايز تراضي باباك وتوز فيي انا يعني لا يا حبيبتي انا بعمل كل ده عشان خطرك انت ربنا خليك ليه ولا ان شاء الله بإذن الله مش هتأخر يعني وبعدين بقى نت يا ست ونتكلم مع بعض كده صوت وصورة حاضر حاضر تعال اتعال اتفضل يا حماية اتفضل اتفضل يا عم اعد اسمع يا بنتي انا مش جاي عشان اتضيف ولا عشان اععد ولا عشان اشرب شاي ولا كوبات حاجة ساعة انا جاي اقول لك كلمتين تحطهم حلقة في ودانك هو في ايه ايه اللي جارة يعني حكيت بقى ان كل شوية بقى الشوقي بقى المحنى على جوزك وتتصل بيه وتعالى ومعليش وانا عادة الوحدي وانا الزهيت واخوتك قاعدين معهم مرطاتهم وانا الوحيدة لقاعدة الوحدي بقول لك ايه ما بحبش انا شغل التمحيك بتاعك ده مش كل شوية تتصل على الولاد عكنين عليه هو قاعد في غربة برة ماشا قاعد حوالينا يعني وهو هنقول له كلمتين ويسكت وهو ايه المشكلة يعني ما تكلم جوزي واشتكيل الاما لا كلم مين يعني واشتكيله كلم نفسك يا اختي كلم اختي الكلم ابوكي كلمي لتكلميه لكن ما تعدش تكلميه يا اختي بقى تشايله الهم وكل شوية تتقولي له تعالى ايه لا انزل لا انا مش عارفة ايه لا انا ازهتي بالعدل وحدي وفق ايه هو انت اول ست والاخر ست تعد لوحدي هو انت كمان يا عمو عايز تبنعني ان اكلم جوز واشتكيله ايه المشكلة يعني هو انا عملت حاجة وحشة ولا حاجة حرام هو انت مفكرا ان انت كل شوية ما تتصل عليه ويتنزلوه دمعتين هيجري جاري ايطعت اذكاره وينزل لا ده كلمة ابوه صيف على رقابته وانا اقيله ما انزلش دلوقتي لسه قدامه سنين عشان ينزل سنين عشان ينزل لا هو قال ان شاء الله انه هو ينزل قريب بيقولك كلمتين سكيتك بيهم بدل ما انت ارفاف عيش سكرة كل شوية انت فين كل شوية انت مش هتيجل كل شوية انزهيت كل شوية ده تعياطيله هو في ايه يا اختي وانت اول واحدة والاخر واحدة تقعد يعني الوحيد ده في البيت بل ما اختي ما احنا حواليك في البيت اهو بقولك ايه كلمتين قابلك من عشرة ما عادتش عايزة اشوف تلفونك كالي تتصل على جوزك هو ما ايبقى يعوزك هيبقى يتكلمك ما تعدشتي فيه كل شوية تلفونات 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 شوفوا لك شغلانة ولا شوفوا لك اي مصيبة عوضي فيها انزلك دي محماتك تحت بل ما انت قاعدة زرزوية كده في البيت يعني ايه يعني انت عاست من اعنا نكلم جوزي لا انا حرة على فكرة واتصل بيه برضو واقوله على كل حاجة الله هو مش جوزي ده ولا مش جوزي مش كفاية خلاته يستفر بعد 4-5 شهر من الجواز ايه ده اه انت بتضربني بالألم ويديكي بالجزمة كمان عشان تتعليم الأدب وعشان تعرفت كلمة اللي اكبر منك باسلوب محترم شوية واتوطى صوتك وانت بتتكلم معاي وانما كانش ابوك ربكي انا هربيكي ده العماسخ طب والله لانا مكلمات وقال له على كل حاجة وكل حاجة هبتعملها معاي وهقول له على الألم اللي انت ده تهرده والله هم انا معديها بالساهل ايه ايه ده ايه يا هيبة مالك مالك يا بنت عاملك الالف ايه ما عرفش الدنيا دقت بيه ما لقيتش حد اروح لقول تاجي الاختي قاعد اتكلم معاك مش عارف اكلم مين ولا احكلم مين انا فهم كبير ومسوبة كبيرة ومش عارف اتصرف انا بقولي قولي يا حاجة مالك حماية جاه النهاردة عند البيت وقاعد ازعقلي عشان خاطر بكلم جوزي وباشتكيله بقوله تعالى يعني ويقطع السفر بتاعه ده عشان انا ازقت بصراحة من قاعدة الواحد وكل سلفاتي فوق قاعدين مع جوازاتهم الا ان قاعدة الواحد في البيت ليه وليه يعني ان انا بكلم جوزي رحمة دي ايه ده ضربني بالقلب وقالي عشان تبقى تتعلمي بعدك هتكلم الله اكبر منك ازاي ولو بك مربقيش انا هربقيك من اول وجديد تبتقولي ايه اضربك بالقلم بتاعه ان شاء الله ليه كان وصع عليك ولا وصع عليك وبعني المشكلة يعني ما تكلمي جوزك هو عيب ولا حرام وما انت كلمة حد غريب يعني والله ما نعرف انا ازهقت ازهقت وتعبت ومعدتش ادرى بصراحة ومعدتش ادرى استحمل كده بعد 4 شهور جواز سابني وسافر وبقاله هو يجا اكتر من سنة وبرضه لسه قاعد هناك عنده مع انه قال لي مش هيطابل والله ما عرفش غير رأيه وبيسمع كلام بابا على طول ومش عايز اسمع كلام اي حد خالص لا بقولك ايه انت لازم ابوكي يعرف ويعرف بموضوع الالم اللي حماكي ادهولك ده هو احنا عشان في غابة ولا عشان في غابة هو ناس انت منت مين ولا ايه لا انا مش هزكت على الموضوع ده ولازم احكي لابوكي على الحصر لا 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 بلاش بابا يعرف بابا لو عارف هيكبر الموضوع وهيخليننا اتطلق هو انت يا بنت كل همك اتطلقه بس ومش همك الالم اللي انت خدتيه عادي كده ان انت تتضرب بالالم من حماكي فا يا بنت مالك ما تعقلي كده انا خطوك الكبيرة وانا عارفة مصلحتك هابوكي لازم يعرف عشان يحطه يا حد للرجل ده وبعد كده ما عادش يميد ايده عليك على فكرة انت لو مخدتش موقف هيفضل في راحه الجاي ميد ايده عليك لان كنت تسهلتي من اول مرة وانا مش عالذكر تتعود على كده يا بنت هيتطلقني منه وانا مش عايز اتطلق انت عارفة ان انا بحبه قوي حب قوي زبت ايه؟ ما تلايش يخطى عمتا ابوكي مش بتاع طلق ولا عنده الفكرة ده خلص في العيلة ريح نفسك بقه بس اسيبني بس اغيره واروح لابوك احكيله على اللحاصة انا اختيك الكبيرة واسمع كلامي طيب بس عشان خاطر ما تخلهوش يطلقني منه يخرب عليك يا بنتي هتهبليني ادخلي ادخلي كده وخد راحتك في البيت ادخلي وغيري وخد شور كده وفوقي وعندك اكل عندك اكل في المطبخ خد الاكل كده وعده قدام التلفزيون اتفراجي وكلي ولا تشيلي للدنيا هام طول ما ابوكي واختك موجودين في الدنيا ولا تشيلي للدنيا هام وانا هلبس فانزل لابوكي ربنا يهديلك الحال يا اختي مالحيتش تفرح بجوازك ولا بعريسك اربع شهور ورح طير على بر على طور ازايك يا سام واخبارك ايه واخبار عيالك وجزك ايه انا الحمد لله يا بابا بخير الحمد لله بس انا بجيلك في موضوع تاني الصراحة غير بيتي خالف خير يا بنتي في ايه اختي يا بابا هيب بصراحة حماية رح لها النهاردة البيت وقعد زعق لها وبهدلها عشان خاطر بتكلم جزة وبتقوله يعني يرجع من السفر وكفية سفر لحد كده بقالها يا جسان قعدة الوحيدة في البيت وزهقان ليه وليه بتقوله كده رح حماية جايل لها يا بابا في البيت وقعد بهدلها والده في الاخر بالقلم على وشها ومين دل ادها بالقلم على وشها حماية ايه وزيف تقالي ادها بالقلم على وشها ليه ابوها مات ايوا يا بابا والله وضل حصل عشان كده بصراحة انا قلت لها لازم ابوك يعرف ابوك لازم يكون داخلي يعني هو انت بنت حد يعني قليل في البلد ده الناس كلها بتحلف بحياته وبصراحة قلت لازم اقول لك ولازم تعرف كل حاجة عشان تصرف وتاخد حق بنتك انت بتكلمي بجد ايوا يا بابا واسبتها دلوقتي قاعدة عندي في البيت بصراحة حاليتها تصعب على الكافة والشهي حبيبتي مسفر خالص ومخدود وزعلانة ومكتئبة وحاليتها حالك ماشي ماشي انا هكلم الولا اللي برا ده هشوف اخريته ايه هيرجع من السفر اللي هو فيه ده ولا مش هيرجع هو ما جيه اتفق معاي وحط ايده في ايدي تشوف اخريته ايه طيب يا بابا هي ريت حتى هتكلمه كده وتشوف هيرجع ولا مش هيرجع حتى جزه يبقى موجود كده وبطل حماها بقى ملطاشة فيها في الراحة والجاي الو ايوا يا اسام ايوا يا ابني احنا الحمد لله بخير بقول لك اي يا ابني هو انت مش نوي ترجع بقى من السفر اللي انت فيه ده بقى وكفاية كده السمن اللي انت عدتها برا ولا ايه لسه بدري؟ ليه ان شاء الله هو انت ما جيت وحطت ايدك في ايدك كنت قالين انت هتسفر بعد الجواز كده على طول؟ يا ابني ما كنتش جاي بصيرت السفر ولا اي حاج انت سفرت فجأة وحنا قلنا معلش اهي سنة وخلاص لكن انت لسه بدري لسه لا قدامك ادي ايه يعني؟ خمس سنين؟ لا يا ابني كده كده اوه احنا ما اتفقناش على كده لا لا انا بنت مش اطير تستحمل خمس سنين انت عدت من الوحيدة في البيت انت لو كنت متفع معنا من الاول على كده كنا قلنا ماشي لكن احنا ما اتفقناش على كده انت اللي صلعت فجأة بموضوع الصفر ده احنا مرضناش نزعها لك لكن خمس سنين كده 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 يا البت ايه تقعد خدامها هناك في البيت لوحيدة هناك تخدم فمك وابوك وخلاص والاسم عدد بتاعي له لا لا وخصوصا يعني شايف اخواتك ما شاء الله كل واحد قعد مع امراته وهي عدد وحيدة في البيت وفي اي يا ابني؟ ماشي يا ابني با هي بقى كده؟ تمام هي بقى كل واحد يروح لحاله بقى وانفضها بقى الجوازة دي مع السلامة لسه عايز زاعد كمان خمس سنين يا بابا ده كتير قوي بقولك ايه انت مش اخو جوزك في السعودية؟ هايوا يا بابا انا عايزك تكلمين ويعرف في الودة كده الشكله كده مش مظبط الشكله كده عجبته الاعدة هناك فيه حاجة كده مش مزبوطة والودة مطولش في الاعدة كده من فراغ ابوه ورسمله حاجة تانية بقولك ايه انا عايز اخو جوزك يعرف لكل حاجة على الودة طيب سهلا يا بابا انا ما روح البيت هكلمه على طول واشوف الموضوع ايه وموضوع عسامة ده ايه عادته الهناك اللي طولت فجأة دي واول ما تعرف حاجة تكلمين على طول وبقولك ايه اول ما تروحت خلي اختيك تروح على بيتها ما تسيبش بيتها دلوقتي وانا هجيلها انا على هناك ما تخليها قادة معايا يا بابا في البيت بدل ما هي قادة كده ابوه من الاربع حيطان هناك في بيتها اسمع الكلام واشوف انا بقولك يا وعمل ايه خلو اختيك تروح على بيتها ومش عايز كلام كتير حاضر حاضر يا حبيبي اللي انت تشوفه اللي انت تشوفه صح حاضر ما تتخرش علي فراد اتلم اخو جوزي واعرف منه كل حاجة هالو ازاكي حمدان عمل ايه واغبارك ايه واغبار السعودية ايه على حسك اللي بقولك ايه انت عارف اسمع جوزي ايه 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 اه هو ده انا عزكي لا تتقص حولي كده اليومين دول وتعرف لي اخباره ايه كده وفيه جديدة عنده ولا لأ بس على طول عشان خطري ما تخرش علي يا حمدان مع السلام مع السلام الوقت يتصل بيا وعرف منه كل حاجة ما تليش يا بنتي انا اجيب لك حقك لغاية عندي حاضر حاضر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اتفضل اتفضل يا عم اهلا 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 ازاك يا حاج منور واشرفتنا ده انت اللي منور بيت بنتي والله اللي بقولك يا حاج ابنك بقى مش ناوي ينزل بقى من السفر اللي هو مطول فيه ده بقى وينزل يقعد مع امراته في البيت ويشوفها ويتطمن عليها ويشتغل هنا برضو يعني يعني بزميتك انت يا حاجة ان اراضي زميتك لو ابنك اللي برا هتقوله يرجع ويشتغل هنا في البلد اه طالما معاها واحد ممرتبط بيه هقوله اه يرجع عشان هي دي الرجولة هو متجوز عشان ياخد باله من مراته ومش عشان يتجوز مراته ويسيبها عادة ببيت يطوله يعارضوا تكلم الحطان ما هي دي الاصول يا حاجة لو هيقعد برا ياخد مراته معاها ما عندش مانع لكن يسيبها الوحيدة هنا وطولي لسه قدامه مد هناك برا على ما يرجع يعني هو حاجة عاد بيلعب برا ما هو عاد بيشتغل معاش فاضي اه بيشتغل طب بالنسبة بقى لمراته التانية اللي هو متجوزة هناك مراته التانية هو متجوز علي يا بابا برا ايوة حبيبت ابوك متجوز برا يا ست وهو ايه المشكلة يعني متجوز جوازة تانية هو عمل حاجة حرام ما كله في شرع ربنا وربنا شرع له جوز اتنين وثلاثة واربعة ايه المشكلة يعني في كده يعني انت يا عامة كنت عارف ان هو متجوز علي اه طبعا ابني ما عملش حاجة غصب عني ولا من غير ارطي انا اللي ايه له تجوز عشان تساعده في الاقامة ايه المشكلة يعني وبعني كلها يعني جوازات مصلحة يعني وقت ما يرجع هنا هيسيبها يعني وخلاص سهل اوة عندك يعني وتصعبها ليه وتكبر الموضوع ليه الموضوع مش مستاهل يعني وقت ما بقى ينزل هنا ان شاء الله بخليه طلعها وانت يا عامة كنت اطردها على بنتك ان جوز هتجوز عليها برا مش هو ده الموضوع يا بنتي سيمك بقى من الكلام ده كله وإياك إياك تنزلي دمعة واحدة كده طول ما ابوك عايش مش بنات يا حاج اللي اتجوز عليها طول ما نعايش على وش الدنيا هشوف مصطحة بناتي فين وعملها له وعشان تبقى فاهم البنات احسن مليون مرة مصطوبان انت فرحان بهم دور يلا يا بنتي لمهدومك وتعالي معايا يلا وانا هعرف اخلصك منه ازاي ولا انت لسه لازمك تكملي معاه لا ازاي يا بابا انت بتقول ايه تكمل معاه ازاي لا ما تكملش معاه كرمتها في كل شيء استني ما تتكلميش انت خلي اختك يا له ترد لسه لازمك يا بنتي الراجل ده لا يا بابا ما اوش لازمي طالما كان عاملني لعبته وبيشتغلني وبخلي كل اللي حوالي التريق علي واشتغلوني يبا ما عادش لازمني تاني يا بابا خلاص انا هاجي معاك البيت يلا يا بنتي ساعة دغتك حيبته يلا ويلا بينا ما تنساش يا بابا الموضوع اللي انا قلتلك عليه قبل كده خلاص يا بنتي بقى منوش لازمك كلام يلا بينا اه صح يا حاج بالحق كنت هنسى والله ده القلم اللي انت اداته البنتي عشان مش بنتي اللي تتضرب القلم طول ما نعايش على ورش الدنيا بس خلي بالك يا حاج انت كده بتركب نفسك الغلط مرتين مرة انك بتاخد بنتك كده من بيتها وتمشي والمرة التانية بتمدي ايدك عليه وانا مش عادة هالك ده عشان تعرف بس ان بنات الناس مش لعبة مش بمزاجك تسفره وبمزاجك تجوزه وبمزاجك يرجع عادي وبنتي تفضل قاعدة تحت طوعك بنات الناس مش لعبة عشان تبقى فاهم بس حقيقي الاب سند واللي يروح يتجوز ويحط ايده في ايد نسايبه لازم يعرف ان بنات الاصول وبنات الناس مش لعبة في ايديه مش بمزاجه ويسيبها وبمزاجه يروح يتجوز ومزاجه يرجع لها لا بنات الناس مش لعبة في ايديه وكما تدين تدان وعتفكر ان نقطك مش يحصل فيها كده لا والله العظيم لكل شيء هيترد وكلام موجه لكل الرجال اللي بتروح تناسب ناس واتفكر ان هما اللعبة يعني ولادي الناس دول وعادي يعني ما يسيبها ويرميها ويهملها ويروح يحب واحدة تانية وتجوز واحدة تانية وقل لك ايه يعني ما هي مرمية في البيت ايه المشكلة يعني خليها تخدم ام وابوي خليها قادة في البيت يعني هتنقص منها ايه لا والله العظيم ربنا ما بيفوت ولا بيسيب اي حاجة كله هيتردلك وياريتك كده رسالة وصلت لكل واحد ما بيتقش ربنا فامراته وما ننساش نصلى عنه في كومنت وتقولوا ايه رأيكم في تصرفات الرجل اللي هو ابويا ده هاي كان تصرفه صح ولا غلط اشتركوا في القناة